الجولة عشرين ستايدا والمتلاوي وجرجيس وبهجوم سجل هدف وحيد في 4 مباراية متيريا في البطولة غاب فيها الانتصار على كحلول أبي وهذا اللي خليه يتواجد في المركز الرابع ب34 نقطة وبعد نقطة وحيدة على صاحب المركز الخامس لاتحاد المونستيري وبين وبين منافسهم تعان خدوة نقطتين بإطار فني جديد قيادة غازي الغرائري اللي بدأ المسيرة بترشح ربع نهائي الكاس الغرائري بش يدخل تحدي البطولة مع فريقه جديد السي اس اس بمواجهة ضيفة ثقيلة على ملعبة طيب المهيرة بالسفيقس النجم الرياضي الساحلي مع مدربه خير الدين مظوي اللي بش يلعب غدوة ثامن مباراة ليه مع اللي توال في البطولة بعد معمل سلسلان تع سبع مباراية فيهم خمس انتصارات وتعادل وهزمة وحيدة خلت اللي توال يحافظ على المركز الثاني في البطولة ب36 نقطة يتشارك فيها مع النادي لفريق تنقل صعب للنجم الساحلي غدوة في السفيقس خاصة وانو يحاول يفقر الهزينته على ميدينه في الذهب ضد السي اس اس ويحافظ في نفس الوقت على اسباقيته في الترتيب ويواصل ملاحقته للمتصدر الترج النجم الرياضي الساحلي في قمة كلاسيكية غدوة يبحث فيها السي اس اس على العودة من الباب الكبير لانتصاراته للمركز الثاني في حين مهمة لتوال بشكون تأكيد سلسلة إيجابية والحفاظ على مركزه في ترتيب البطول موسيقى مرحبا بك مرحبا سادة الحضور والسادة المشاهدين سي سليم بشير الكاتب العام سبا القرونية مرحبا مرحبا ومرحبا بجميع السادة الحضور وجميع السادة المشاهدين وعب سليم سعداني رئيس النادي البنزارتي مرحبا عب سليم بك طبعا رئيس المثير للجدال مرحبا بكم ناس كله مرحبا بمشاهدين هاي كابتن مبارات كبيرة منتظرة غدوة ما بين النادي السفيقسي والنجم الرياضي الساحلي أولا أنه هو المنعرج الأول في البطولة علما أنها معناها ولونا ناس سبقة الأحداث والبطولة مزال في عمرها مزال ومزال مباريات ولكن فما ناس اللي معناها حدت البطولة لكن قالوا ليه مزالت فما معناها البطولة مفتوحة صحيح الوقت الحاضر في الأسابيع هذه فما مركز ثاني اللي هو يكون ما حتى بعديش باش خطر حتى الترجز هذا معناها عنده مباريات صعبة وصعبة جدا في ذل هالغيابات وفي ذل هالأمور هذه تحت ترجز صحيح أن الاتوال الترانسيس ولكلوس اكسيه 34 ما عندهم حتى فرصة أخرى أو أوكازيون باش نزيف النقاط معناها اليوم حزد النقاط قبل الأداء وقبل الفتوى هذه باقي نعاون نقولها فما فتوى في تونس اسمها الأداء لأن المدرب هو نتيجة والنادي هو نتيجة والترتيب دونك 36 34 إن شاء الله أول حاجة غدوة كلاسيكو مهم ومهم جدا بالنسبة للفريقين أول حاجة إن شاء الله الإطار انتعوا يكون فيه خلينا نقول ولو أنا مش عاتي باش نقول الكلمة ذيه ولكن شيء ليتوى نشوفوا فيه أسبوع من أسبوع خاصة معناها إن شاء الله المثال يأتينا من النوادي الكبار اللي هي باقي هي القاترة إن شاء الله معناها تبدأ ساعة المباراة في جو باهي لكن على الأقل باش ما يكون شعباوي ويقول عرص واك اللغة فهمتني حسيلوا هذا من ناحية أخرى بالنسبة للإسفاقس التوصيب بالنسبة للإسفاقس راي عملت ست مباريات في الرتور على ثمونتاشن نقطة حزدت ستة نقاط ستة نقاط شوية لتوال كيف كيف حشرين نقاط دونك الرتور بالنسبة للتوال وبنسبة للإسفاقس ماهوش معناها ذاك اللي كنا نتوقعوا منه هذا من ناحية أخرى الفرق زادة اثنين مشال عبو الكراسيكو وذيروا تور معناها منقصين من عدة لاعبين مش نازم نعودوا على الإتوال على بنامر على داكوستا على الولايات نجاز ووسيديو سويد تبقى مباراة اللي إسفاقس طو إسفاقس كتشوف أنت محمد علي عندها من ضمن أحسن حراس في تونس عندها أحسن دفاع عندها وسط ميدان تباركلا عندها أحسن مهاجة اللي هو مهاجة اللي هو المرزوق تسعة وتسعة وتسوف هذا الكل كل هذه العناصر كي تبدأ ملمومة وتسوف بعديش كي مش تعمل ميزان انت على النتيجة ما تلقايش معناها متوافقة مع هو متاح يمكن يمكن المباراة الكأس تكون انت لقاءة أخرى لندي إسفاقسي بعد سحاق غازي لغرائري هاي عامر المباراة فنية وتكتيكية كيف تشوفها ما بينزوز في رقك كما كنت تحكي محمد علي ندي إسفاقسي بعد أهله متاعه في مباراة ثم النهائي الكأس ضد اتحاد رياض المونستيري يعطى أمل بمجيل مدرب جديد غازي لغرائري يعطى روح جديدة معناها خاصة نقوله على المستوى الذهني على المستوى المعنوي أكيد أعطت ثقة كبيرة لللاعبين رجع ثقة الجمهور في الإطار الفني وفي اللاعبين ندري إسفاقسي ما تنساش أنه فاز في مباراة الذهاب ثنين واحد في سوسط يعني كيف نشوفه فنيا النجم الرياضي ساحلي ما عندوش خيار غير أنه على أقل أقصى تقدير ما يخسرش باش يحافظ على الفارق اللي كان يتحدث عليه الكابتن لأنه ما عندوش حتى أمل أنه يستحفظ على المرتبة الثانية وبالتالي يقعد ينتظر في عثرة لتارج الفرصة اليوم من ندري إسفاقسي أنه يلعب على أرض على ميدانه وأمام جماهيره ويمر بفترة طيبة خاصة بمجيء المدرب القديم الجديد نحن نقول ولد النادي غازي الغرايري مشهوده بالكفاءة بكل صراحة إن شاء الله مباراة نحن اللي نشوفها تتلعب معناها كما قال الكابتن في روح رياضية عالية الفريقين حسب ما شفنا من اللي صار للموسم الفارط بين الزوز هيئات يظهر اللي بدأت ترجع الأمور على نصابها نشوفه في بادرات طيبة بين تتبعوا الهيئة المديرة الجمهور باش يرجعوا فما استقبال فما تبادل معناها على المستوى الإنساني هذا شيء يشرف الكرة التونسية بالنسبة للفريقين فنيا يظهر للنجم الرياضي الساحلي حسب ما تبعنا شوية أخبار النجم الرياضي الساحلي إنه المدرب يحاول يعتمد الضغط العالي على ندرياضي سفاقس وما يخليش ندرياضي سفاقس يخرج الكرة خاصة من الدفاع المدرب خير الدين مضوي حسب ما تبعنا تعليمات عطاها اللاعبين وين نقص الكرة يوقع الضغط غاد لأنه يعرف النادرياضي سفاقسي القوة متاعه فكالترانزيسيون رابيدي يتعدى بسرعة عنده هجومات خاصة معناها كيف نشوفه المهاجمين كما كنتوا تحكيه حفما حسان بن علي على الدين مرزوقي مهر الحناشي اللي معروفين بالسرعة متاعهم في المقابل نلقاه النجم الرياضي الساحلي بشيحاول يعتمد على الكورات القسيرة ووقع الاختيار يظهر لي على أمين الشرميتي كرأس حربها كابتن ومش على مرعي لأنه يقول لك في وجود يسين مرياح وهاني عمامو ما عندهوش خيار بشي يأخذ الكورات العالية فيحب يستغل سرعة أمين الشرميتي وطلبانه في الظهر ودونك وتمارين كلها كانت تقريبا أنه بشي لعب معناها الكورات البينية احنا نقوله الباس في الانترفال في ظهر المدافعين باش نستغلوا السرعة متاع أعليا البريقي المساكني باش يكون عليه صار تقريبا هذا المثناني حمزة الأحمر ترابلسي في هذوما تقريبا في وسط الميدان الدور الدفاع الدور افتكاك الكورة تقريبا وتأمين الخط الخلفي تار إنه اللي رأى أحكي عليه شوية سي محمد عامر إنه اللقاء ياتي في ظرف مغير تقريبا بعد ستة لقاءات كافية جو متشنج معاملة بالمثل ما يسمى إنه جمهوري كيف فلين يحضر جمهور سياسيس ولا لتوال ما أحضرش في الرتور فما منعرج في العلاقة ما بين زوزيكي بيت على الأقل إن شاء الله تنسيون تطيح الحاجة الباية زادة يوسف سرايري معنات اتفق في محاربة المنظومة هو لخرج الكومينيكي بتاعهم ممكن منعرج جديد في العلاقة يطيح تنسيون لكن يخلي الماتش كالم على قل هذين نحبوه ما بين زوزيكي بيت ونعرج موقف سي محمد أمين سيرتوه بعد تصريحات سي أمين بعد تصريحات المتبادلة بإخماق مشارف الدين تصريحات بخصوص إنه متفقوا على كونه يحارب منظومة لتحكم تأوه في الكورة مباراة مستطيل أخضر وكورة المانيوا نفس باش نشوفوا المانيوا نفس والله المانيوا نفس باش يبدلوا المانيوا المعظم فالاخر تربح مخسرة كذا خلنا أعطيه صورة إيجابية حتى لك الوليداتك اللي لما صار دي بال ولو برلاي يا كريمة صار دي بال فما مسيرين يطلبوا معانيا من الوليدات الصغار بورتريشي يقولو كتسوف ويح مشا عن كونترطاك لو حكورة دو منين شدوها صحيح وليه صحيح رمو صحيح في كل مباراة برشا مرات ريتا ريتا مريق كبير سناف يعني ضد ندري يزمنا ننظفوا بشوية 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 مباراة ذهاب عدد في ضرور طيبة وفوز الفريق الضيف احنا نوهنا بالمبادرة متاع ترييد الأجواء هما تفقوا على تسمية الأسماء بمسميات هذيك أمورهم على تريد شرف الدين ومنصف ماخب لكن منعر جديد منجموش ننكر سيخالد انه خرج قبل مسؤول منجمو مسؤول مندس فاقس قالوا كما مساقبل جمهور نمساقبل جمهور هذيك موجود هذيك هذي اسم الفرط هذيك الماضي 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 السلبي خلينا شوفنا بوادر شاء لبشوية بشوية كليمي يقبليك رو موش اليوم وغدها بش نبدل ورها موش اليوم وغدها تتبدل الدين يلزم نبديو يلزم نبديو يلزم الأمن يلزم الأمن وليتراه يقعدوا بعضهم بدون واسية تسكروا على ريحهم ببين ويقعدوا طول قول حل كبتن بالله كما نشوفوا فيهم في الشامبيونس ديك في الأوروبا يعني يوفى المباراة مهما كانت تنتيج يمشي وسلموا على بعضهم يعني هي اللي تعطي بادرة لللاعبين والجمهور حتى يشوف فريق منهزم ولا حتى على أرض ميدان ويمشي يسلم على زميله معناها إميدياة موب باش الكاميرا تتصور الشي هذا يعدي مساج بوزيتيف من عرش تشاترني الرأي ولا لا احنا قلناها مرة أخرى طوك يشوف في أوروبا توصيوا قبل الماتش يعني تروي زربيتر ولا لكاتر ولا كده يغفوا هكا ويجيوا للذي سلموا على بعضهم ويسلموا على زربيتر وفي آخر الماتش تصير نفس الشسين يسلموا كل على بعضهم حتى المساج بوزيتيف هذا يتوب شوي بشوي نوصلونه ويلزم الجامعة زادة حط تفرض تفرض إلي ما يعمل شكاك يا أخو يخطيه كده بس إيه فهمتي إيه فهمت توليرانس زرور لا يعمل أمين تفرضوا حاجات كما هكا بنسير إحنا ماذا بينا إذا كان نلقاه الأطر القانونية بش نقنوا لكن إحنا ماذا بينا تكون أمور تلقائية نحبش أن نجي سلم إذا كما سلمش نتعاقب أنا منصور بين جميع المدربين في البطولة الوطنية العلاقات الممتازة وهم زملاء كيف كيف اللاعبين إن شاء الله ما تصيرش أي حاجة بتشنج الأجواء ومتأكد قدرة الإله غدوة بيش تكون مباراة معتها ما غير حتى إشكالية سواء في المدارج أو في المدارج بربي لما كورونت يعجوبها كالسوق والدلال إلي عبتوا بعد المالش الفيستير سوق والدلال كأنها بيتصفون تحمام معناها إن شاء الله العام الجاي تعملونا قوانين اللي معناها القوانين موجودة القوانين موجودة القوانين موجودة لكن لازم التطبيق التطبيق على أرضية الميدان وشكومة طلب منه بشي تتبق الحكم ومراقب المباراة عليش ما يتبقون لا هم قاعدين يتبقون لكن في بعض الأحيان منلوموش الحكم من نجم عندما يعطي صافرة بتاعت البداية يكون كل شيء على ما يرام من بعد المباراة تتصير والتلقى يكون واحد يدخي يخرج من هنا واحد يجي من هنا تصير إشكالية يوقف المباراة مرة الأولى الثانية كما قل فما توازن يجب أن يصير ما بين جمالية اللعب والأمور التي تصير معلتها على مين وعلي سار معلتها أحنا نتأكد لجميع الحكام وجميع المراقبين وقت الزفرة البداية المباراة ما يكون موجود حتى حد على الميدان هذا ثابت من بعد تصير حاجات في ظهر الحكم ولا في ظهر المراقب يجب أن يتعامل معها في المباراة ما غير ما يفسد الشو والسبكتاكلي اللي هو الماتش اللي عندي اختراع صغير في دو سجون فما صورة سلبية قاعدين نعطيو فيها شو الأمن على رأسنا وربي فضلهم وهما حمات الحماية وهما حمات تبقى في مباراة كورت كدم نشوفه في البيست عشرين كربة وثلاثين عشروا وكذة ومور ما عاش مباراة كورت كدم كابتن حتى ملعبنا زادة والمشاكل يحطوهم من برة يحطوهم من برة ليه يقعدوا لبرة مفهمة ملاعب كابتن تظهر كسيارة الأمنية برشة مرجودة يشوفوا حل يشوفوا حل يشوفوا حل تلقى فيه صور دائر بالتيران في وسط التيران وكل شيء بالحق فما تيراناتنا يجب أن يصلحهم حتى يفوض لنفرس التير حتى الغالطين ونورمال مو التيران يبدأ كوفير بكل شيء وكل شيء يبدأ من تيلي فما يمكن تيران وحيد اللي يسمى همولوكي مكو في تونس اللي هو رادس في اللي بيس تلقاها كبيرة اللي هو برشة فلوس وحرام معنا بالحق تجم تعملهم بجيشت ونفرس تركتور وقال برشة فلوس إن شاء الله نصلح إن شاء الله نصلح نقوس الكلاسيكولي غدوة إن شاء الله باش تكون متابعة خاصة وتغتية خاصة على الوطن الأولى باش تكون مرفوق بالسديو تحليلي ساعة قبل المباراة إذن هكا نقوس الكلاسيكولي بشو داوة نحكيه على النادي البنزارتي وخصم ستة نقاط من رسيد النادي البنزارتي لكن بعد نفرج في تيارة يما محمد علي الهديجي وحلان نقويش موسيقى 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 لو لا تدخل الجامعة التي قدمت إثبتت بوجود نير لتسوية الملك من خلال مراسلة وجهتها للفيفا للحصول على الترخيص بالتحويلات الضرورية قبل استكمال إجراءات تحويل المبلغ بتاريخ 24 جنفيا 2018 أي قبل صدور قرار خصم النقاط بـ 48 ساعة وبالتالي مراسلة أثبتت بالقيام بإجراءات الخلاص قبل نهاية المهنة المحدة وانقاذ النادي البنزرتي من حظف النقاط واقتطاع المبلغ المطلوب من نصيب السيابي من عائدات البث التلفز بعد شهر تقريبا قضية جديدة تطفو في أسوار قرش الشامل وهالمرة اللاعب النيجيري إبراهيم ببو بكر أليو وبمبلغ كبير تقريبا 518 ألف دينار بعد محكمة الفيفا خلال شهر مارس وإكتوبر 2017 لفاية اللاعب وبعد التنبيه على الفريق في أكثر من المناسبة ورغم العروض المقدمة لتسويت الملف من طرف محام اللاعب حسب تصريحاته مع الهيئة فإنها جاهلت كل المرسلة وتم بالتالي اللجوة للمطالبة بحظف النقاط وعلى هذا تم إرسال مرسلة للجامعة التونسية بتاريخ 26 فيفري 2018 نص بضروط خصم النقاط وإرسال العدد الجديد لمجموعة نقاط للسيابي مع التذكيد بأنه في صورة امتناء عن تنفيذ القرار سيفرض منع المنتخبات التونسية والفرق في المشاركات الدولية عقوبة الخاصم أصبحت واحة في السيابي والسؤال هل أنه فرقنا في الظاهر محترفة وفي معالج القضايا والشيكايات هاوية أو أنه الأزمة المالية هي السبب خصوصا أنه عديد الفرق من الرابط الأولى كانت ومازالت مهدى بنفس مصير السيابي أي عبد السيابي هل تتحمدوا المسؤولية في الموضوع هذا وعليش خليتوا الوحكم توصلوا لشيهات نحن دائما نتحمي مسؤولية دائما نقولها وبالحق أنا صغار ونتلقى عبد متحمي مسؤولية في حاجات اللي ما عندهم فيها حتى الدخل ونقولها لنحب الهيئة اللي فات بش يقولوا أحنا ما استينفناش وكل شيء اللي فهم حاجات ما يصحيحها القانون واضح متاع الفيفا أنا ترون جيز يجي تونس يلعب يجب تتخلصوا كل شهر وشهر إذا كما تخلصوص موش يبدأ خالص موش يداش خالص في خمسة شهور تجي تقولوا هاو شهرين بإعلام برعاد المنافذ ويلزموا يقبلهم على خاطر المزال وهو مزالي سينك ثلاثة شهور نحب أن نعمل دي ما يمتيد على الهيئة ذي الموجودة موش بش ننفخروا رويحنا قال الراجل أما بالحق معنا خاطر في كل مرة من عرش في بنزار سالة ساعة حتى التقس يبدأ دراكي فيه شهور من الهيئة ذي ومن عابسهم سعيدين فأحنا كهيئة نجينا نعرف وإن الوضعية صعبة يسر ورانا معناها تعبين بالحق وصار فين برشة فلوس ويعلم بينا رب وكل طرف من الهيئة ذي اللي مسايب شيكيت واللي واحد وقبال قريساء يشكوا فينا ويني فلوس لبيوع ويني وياد نحب نوضع حاجة وش بيت تقليل المال يمتعملش إذا كنا عمناهش رغم القانون اللي تعمل من الجامعة وتوفي نفسر لهم في وقت آخر لذر الجمعيات الصغار ونفعل جمعيات الكبار معنا بقول احنا في المداخي اليوم احنا العبادة ذوما ما نشكوا فينا نقولوا يا أخوة واضحة معنا حطم غير تقني المالي واضح احنا بصرفنا في العام كانوا 5 مليارات ردناهم أربعة في العامين ذوما بشيوليو ثمانية مداخي الجمعية تحشهم دعنا 900 مليون من غير معناه يعني حيحسبوهم باليحبهم التلفزادية احنا عمرنا مخذنا فلوسهم من حل تقنيم شيخ تطعوهم القانون يجا يسنون الجامعة عمرنا مخذنا فلوسهم كيف كيف حطل القانون يسنون دُنك 900 في 2 نقولوا يا أباريز مليارات باعنا هم فادير ماكسيمان ٣ مليارات وشوية اذوما 5 وشوية كنت حسبهم في 8 تقاني مليارات وثماني مئة كان نجينا احنا بالحق صريق معنى ما نحكي بارديريكت معنى رانا قلنا زماني مئة احنا ثماني مئة مليون اللي بقية شيكات مسايبة وشاله ربي يخلص ديوننا دونك اذا كان انتم عندكم وكيدشوفهم العبادة دون مشكون شاكو فينا تلقى موما لباز تاريخهم يحكي عليهم واصلهم ديجا باش ما نقولش حاجة اخرى شاله ربي معاهم دونك يزيونهم من الحكاية اذي ما نحبش حتى حد يحط المسؤولي نحب ناس كل تتلم نحطوا اليد في اليد كهيئة سابق كهيئة موجودة وكرؤسيئة وقدم يجيوا تعلموا بالحق حتى في تونس اللي يشد رئيس رو مزلنا من ايش في المنظومة الاوروبية اللي يشريها الجماعية كنواللي انا رئيس في تونس نشريها الجماعية وقت اقولوا هاي متاعك وانت تصرف كما تحب اليوم راي ماشي متاعي اسمها الجماعية معنى نتلموا ناس كل بيش نعاونوا دوسي هيدا عليش ما تصرفتوش فيك ما تصرفتو ودوسي هذي احنا رو فيه باسيس املة ما نحبش نقوله ما نحبش نوعد في حد شي من هنا ان شاء الله الديبيوت الاسمان بروشين طاو كل شي معنى نبسطو على ذاك ما تكلمناش ولا ذاك ما اخرجناش يبسطو فما تنسيق بين اللاعب والموحامي الموحامي عنده معلومات والليعب يعرف شنو صار بينتنا احنا باش نتحاولوا باش نتقابلوا معنى معزوز اتراف وعنى الوثيق اللازمة الموحامي هوا راتوا عنيكم الصلح متو ممتو محبيتوش عب سليل ما فماش منه الموضوع جملة ذاك فماش محاولات من الموحامي انه يلقى حل معاتها بلعكس احنا اللي كلمنا عن الموحامي في عديد المرات ومش قابل الصلح وما اكتعرف انتي الموحاميين جنرال ديما يحبوا معنى بأكثر بأكثر كوميسيون ويحب ديما ياخد الفلوس امتياه على الاخر ويعرفوا لانه معنى كان يشدوا صحيح ومش ياخد الفلوس دونك يبدأ باكثر من الجوار الجوار الحقم التعربي معنى كان متفاهم ومتفاهم معنى وعنى حتى معنى وثيق كما قلت لك نخير باش كل شيء نقوله في الوقت المناسب من هنا شاء الله الجامعة الجاة اللي فيه خير شاء الله بسهل فيه امين سير عرياضي يقول اليوم الجامعة دخلت لفقالت النادي الافريقي وعاونته في ملف كما هذا وما دخلتش لصالح النادي البنزارتي بالله سمحني قبل ما اتكلم سامي بالله بالله بالحق يا وخي نقصوا فما سهلا ساعة انت مش مكلم منك انت سامو عمدالي نقصوا من نميمة فما ذي نوع من أنواع النميم قالوا اقبل الجدع عن نادي البنزارتي كيفاش عاونه يا عبد سامي احنا نتوجهوا الشارع الرياضي ونلقل صوت عبد سامي احنا نلقل صوت الشارع الرياضي وليفتنا مقارس تقبلش بيعاون النادي البنزارتي وش بيعاونش لامبي الباجي كل لامبي الباجي رأوا اخواتنا ونحبوهم وجمعينا نحبوها وقلبنا مانا بالحق مانا واجعنا عليها كيفاش هي عبد سامي احنا نعرفوها الايجابة لكن حبو نسمعوها انا لاني باش نسأل حابو تشعلوها باش هو يوضح حابو تشعلوها ديما باش نوضفر النيس يجبكم تشعلوها وتخرجوا حاجات بالنسبة لنادي البنزارتي كما انت وشفنا في الفيتير الملف السابق كانت الجامعة تونسية الكورت قدمت دخلت في الملف لنادي البنزارتي السابق وتجاوزنا العقوبة في الايام الاخيرة الحبو نقول حاجة رأوا تدخل الجامعة ماهوش وطماتيك ماهوش في كل الملفات وماهوش تلقائي معتها تجي ملف الجامعة مش من تلقاء نفسها باش تمشي تحل اشكالية فما حاشتي فما ملول يلزم يكون المبلغ في حدود ما للجامعية لدى الجامعة يجي نزاع في 500 ألف دينار مستحيل ان الجامعة تونسية الكورت القدم تدخل وتعمل تحل اشكالية هذي الجامعة ماهوش مطالبة مش تغطي ما نعرش اخطاء اخطاء النوادي في التعاقدات ولا في التعامل مع الملفات احنا كيف كيف فما يلزم يكون النادي يتوجه بطلب الجامعة في تاريخ سبق للعقوبة مش تجي العقوبة بعد قلت تدخل إذا كانت العقوبة معاشا ما امكانية للتدخل بالنسبة لملف الأولمبي الباجي العقوبة جات وقتها الأولمبي الباجي قال الجامعة تونسية الكورت القدم تدخل تدخلت وحاولت التعاون لكن نفوها تخذت العقوبة معاشا ما حتى امكانية للتراجع عليها والجامعة ما تدخلش تعاون في الموضوع إذا كان العقوبة تتخذت إذا يلزم في مدوك ختاغ يلزم المبلغ في حدود ما تمكن الجامعة تسبقه على النادي ويلزم النادي يطلب على خطة احنا تنشوفه حتى في النوادي تجي انت تاخذ المبادرة وتخلص في مكان نادي يتجيك الهيئة المديرة اللي ينبع تقول لك انت يشكو قال لك خلص تعاشا هدوكم فلوسين عندك ما ما طلبتش منك بش تخلص يلزم الجامعة الجامعية هي اللي تطلب من الجامعة والجامعة في حدود المعقول تدخل بش تقوم بحل الإشكالية هذه الجامعة تتصرف مع جميع الأندية بنفس الطريقة وعلى قدم المساويات اللي يطلب منها قبل صدر العقوبة وفي المبالغ المعقولة هاي حسولي متوما هيئة مديرة اليوم في نيد البنزارتي أيضا منتخبين ومنتخبتكم جماهيرة نيد البنزارتي باش تسهروا على مصالح الجامعية زل اليوم الجمهور السابق يقول لك انا انتخبت هيئة مديرة اليوم نلقى نتيجتنا حالي ستة نقاط من الترتيب متاعي وين الهدف متاعي باش نلعب على مركز متقدم في البطول هو سعب باش نيد البنزارتي سنيعي وليلعب على مرتبة متقدمة رو فهمت برش تضحيات من الهيئة اليوم الجامعية الموجودة في نيد البنزارتي رو فهم خدمة تعمل تضحيات وتربح مباريات رو فهم خدمة كبيرة تخدمت وفهم دي ريكريت موت عامل اليوم ديما نقول ساعة لساعة انجازات عملناها حبا من حبا وكريا من كره في تاريخ السيابية مرنا وعملنا ثمانية ريكريت مونيت ونجحنا فيهم ثمانية ثنية حمد الله عملنا ثمانية نجحنا فيهم ثمانية عمناول عملنا يجي عشر رقصرنا فهم زوز ما نجحناش فيهم وفهم ثمانية حمد الله نجحنا فيهم دونك عملنا كم هائل من الانتدابات البيهين عملنا 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 عبد سلام خلت أتكلم معك فما جيستيون زيدة ضرب المجهودات منتاعكم أنت كنت تدبم لعبية وينجحو لك الانتدابات وتحقق نتائج الإيجابية وبعد تجيك اليوم عقوبة كيما هكتنا حينك نقاط بتاع نتائج الإيجابية دوك يعني عملنا نحن نتعارك نحن اليوم تحب ندخل في الهيئة اللي قبلنا تحب ندخل مع المسؤولين لا لا مش تدخل أخذل أخذل يقول لك في فرنسا اللي مالي يفيد دونك اليوم مادام اللي مالي يفيد يلزمنا نشوفه حاجة بش نصلح بش نمشي القديم اللي فات مات بش نقوله جبناه كروازية جبناه ميت جبناه حي ساي وفات اليوم كيفاش مش نصلح وكيفاش مشي القديم كيفاش نمنع الجامعية احنا ما طلبناش من الجامعة معنا بش تعاوننا في الموضوع هذا لخطر قاعدين نشوفه في حال وان بلوس كسا يلزم يقول لك ربة ذرة النافعة في بن ذرة برش عبيد يجب أن نتفيق اللي مووش الرئيس هو يجب أن يعمل كل شي يجب أن نعاون لنا نلوحه على الرئيس ونخليه اليوم يجب أن نتفيق رأوا موش عاب سلام ساعدين يا والوحيد مسؤول عن ندي دبنزلتين خلينا نتحرك وخلينا نعاون جامعيتنا وكل واحد يعطي معنا ما عنده مكننا احنا بش نزو تيتر موناس كل بشتفرح وإذا كان بشتير حاجة خائبة موال للنادي نعاون بعضنا وإحنا ما حابنا نطلب من الجامعة إكس بري على خاطر بالحق معنا بصدق نحكي ما نحبوش ندره جامعيت خاطر اليوم كان نطلب من الجامعة 500.000 دينار تاجم توافق عليها لخاطر الله يعلم أنا تاجم توافق عليها أو ما ندره لهاي ألف جي بات خاطر وقت اللي طلبنا على أغينالدو بش نحيونا فلوس من سنين وإحنا كي جينا ذرينا على الأخر على خاطر ما لقينا حد شي بكل معنى ما لقينا حد شي معنى أرض قاحلة لقينا تلفز ما نحبوش العبيد اللي جاية بعدنا بش يسير لها اللي احنا سارلنا وإحنا جايين قطلك بش ناخد مجامعيتنا بش نبعد أموال جي جي مرتح بقى لنا قلنا الجامعة عطينا 500.000 ومبعد اللي جي احنا بعدنا يمكن ما يلقاش لا تلفز لا جامعة لا حد شي لا واحد خلي العبيد داخلين تحرقوا إذا كان ملقاوش حل اللي رأنا ديما نقول ما تحمل المسؤوليتنا وطول خالصوهم بتربي الفلوس الواضح أنه عبد السلام سعيداني عنده واجب تحفظ ممكن محبش تهمة هي مهدي بالغربية لكن هو الخطاء واضح الخطاء صار في المونداء بتاع بيرو مهدي بالغربية لاسف جاي في وجه الهيئة الهذية لكن ما يعاب ينكون على الهيئة الهذية عبد السلام أنه مراسطة الفيفا جيتكونا روح الديسمبر كان معلومتي مشغل تقريبا المراسطة الأخيرة جيت في مارس وإحنا نلعب على الطيوح وفي مشاكل كبيرة وكواقتها معنا كامشن ستين في فاما برشة حاجات ويحد نقول لك معنا بصراحة فاما فاما بلكش احنا كنا نجمون نربح أكثر وقت معناها لا أكثر لا أقل ما كنا نجمون نربح فلو جايش عار ونجمون نربحوا ثلاثة شهور أخرين كنا نربحوا خمسة شهور أخرين أما الفلوس والمونطان والواحد رأوا ما فيش حتى تحديث القانون واضح إذا كان ما تخلصوا نترانجي عندوا الحق ياخدوا رئيس تال كنتران فاما إشعار جايكو مع المارسطة في ديسمبر بي اللولين بكل معناها كنت تفهمها مارسطة ثلاثة شهور بشتتسلح شو اللي بريمير ديسمبر قلنا عملنا أبير معنا أولا يتسمح في فلوس لا معنا تكون تتنجم فاما عاد شايد سالح كان أخلا كان فاما رجالي سعبي مش نربحوا ثلاثة ولا ربع عشو ولا خمسة فاما رجالي سعبي نورمال مو اللي عملو تلمدوا حول الجامعية ومنعوها سنيع ليش ما شفناهم مش معناها بكل هدو عب سليم ما تراش إنه خيانا بغوا نعك بالهدو لاني نحكي ما تراش لحد شي سي ما فاسون يخ سبحان الله انتي عندي فاسون دو بغلينا المخارف وخلينا تحدثوا معك سي ما فاسون دو بغلينا شو نعم لانا مانا مش نبدل روحي سي ما فاسون دو بغلينا عملونا تلمدوا حول الجامعية ومنعتوها عملونا في في ظرف أصعب من هدية ما نعرفش شنو سنبب سنيع كيف كيف ماعناه اليوم مرحبا بي حد كي عوانت سيابي انا بعد ثمانية سنين بالضبط دي ما نقول اللي نعاون جامعيتي من غير حتى 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 ما عايط يرى وليحب جامعيتي ويمشي واحد ويدغدق البيك ويعاون شنو مانيك كبر بي منازم نحاولك اليوم وقت اللي حب سي سعيد الاسود يدخل مرحبا بي ونقل له باب البرح واليوم وغض ومرحبا بي يدخل ويعاون جامعيتي وقت اللي يمشي قلت له شبيك مشيت وكذي قال يراوك هاو ما ومنعت الجامعي اخو انت وخيين وانت كي موالدي برا لا يروح دونك تاوك يرجع وجي قال يراو فما عبيت الضغط وقال تحب ويعملوا كونت وكل شيء وقال وعب سيم سعداني ما يحبش يعمل كونت مستحيل عمانا تاو بش نقولهم معنا تاولا بعد عمانا تلاثة طرق بش اللي حب يعاون الجامعي فما اللي حب يعاون في الجامعية بطاقات الدعم اللي أنا كنت موافقش نعملهم منذ شديد ترشحهم تي بخمسة ولا بعشر دينارات بالليس سمحت فما كونت بتاع متاع لي كابيستالي ترونجي متاع سيشامر بوسيفي اللي حب يحط عليه كيف كيف عنا تنسيق وفما سيشعيد لسود بش يعمل كونت يحط فيه الفلوس انتو موين اللي حب من جمال نديد اللي بش يحب يعاون يتفضل ويختار الطريقة اللي حب عليها واضح امين العقوبات هذومة المتكرر تجاه التوصية تخافوش انهم اليوم يأثروا على سمعة كورة القدم التوصية قدام الفيفا صحيح احنا نخافوا اولا قبل ما نخافوا من النظرة متاع الفيفا نخافوا على جمعياتنا انه بش متفقمش العقوبات هذومة خاطر مثلا من ملف نادي البنزرتي ما دايما متسكرش نخافوا من عقوبات اخرى تكون اخطر احنا ماذا بينا اذا كان نادي البنزرتي يلتفوا الرجال متاع وكل بش يسكروا ملف هذا في اقرب الاجال احنا شفنا الاشكالية عملنا مجموعة من القوانين اللي نحاولوا بها بش نقصوا من نزيف هذي اول حاجة قلنا انه من 2017 عملنا بنسبة الانتدابات بنسبة للنوادي وبنسبة لمسة الغيال قلنا بش نخليش الجمعيات تنتدب اكثر من طاقتها قلنا انه اي جمعية عندها البيوتجي متاحة عندها ما داخلها ما تكونش اكثر بالاربعين في المئة منها مخصة للي يكون تقدم المحترفة معتها اذا كان جمعية عندها عشرة مليارات مثلا كبيوتجي يلزمها ما تتجوز اربع مليارات كماس معتها اجور بالنسبة اللاعبين متاحة باش يكون انتداب في حدود ما هو ممكن خلاصه من طرف الجمعية وبالنسبة اللاعبين الاجانب كيف احنا قمنا بمنع انتداب اللاعبين اللي ميكونوش دوليين في بلدانهم باش يخلي نقص اللاعب اللي باش يجيب قدرة يكون ويلعب ما يقعدش ما يلعبش وما يخلصش وبعد يمشي وبعد يولي نزاعات شنوما هم نزاعات هذوم الاكثرية اللاعبين جايوا ما لعبوش ما يخلصوش وبعد يمشيوش وبعد سنوات تجي للمشاكل هذوم مع تحولنا بهذوم الثنين اولا باش نقصوا من انتدابات الاجانب العشوائية وكيف كيف نخليه النوادي ما تتجاوزش الطاقة متاحة في الانتدابات امين باش السيابة ما تزيدش العقوبات تكبر وتكثر على الفريق شنوه الاجراءات اللي يلزم يقوموا بها اللي يلزم القادمة يلزم حامدهم عطا يما باش ينسقوا مع اللاعب والوكيل متاعه باش ما يطلبش من من غرفة التأديم في الفيفا باش انها تفعل الدرجة الثانية من العقوبات ويقوموا بخلاص المبالغ بل منوصلوا للحلقة الثانية ان شاء الله شنوه الريسك ما عطا ما نجلبش نقول الخاطر هو من بعد فيما سلم عقوبات واللجنة التأديم هي الوحيدة المؤهلة ويقوموا العقوبة الثانية حاسم التقريب باش نوع بعض خاسم نقاط ثاني وان شاء الله منوصلوش بقدرة تربي معارضها المبلغ يلقوا حل للملمت الموضوع ولا لوجود اتفاق باش يخلصوا المبلغ معارضها بالتقسيط مع اللاعب ان شاء الله منوصلوش للمرحلة الثانية بقدرة الالي مشكور مشكور امين على حضرك معنا وتلبية الدعوة رغم التزاماتك مشكور شكرا جزيلا اخرى باش نوضعوك امين باش نمشي وتوى المواجهات اسفل الترتيب ومواجهات منتظرة غدوة وبعد غدوة نتفاجل نترجو في التقليل محمودة بن سليم رجل في المهاجر ونرجو نحكي عن المواجهات